شرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان حديثنا يدور حول عصمة أهل البيت وفي مقدمتهم خاتم الأنبياء محمد وقد مضى الكلام حول مفهوم العصمة أولاً ومبدأ ظهور هذه الفكرة ثانياً ومنشأ وجود هذه الملكة ثالثاً أما المبحث الرابع فيدور حول الإجابة على هذا السؤال وهو أن العصمة هل تنافي الإختيار أم لا؟ هناك نظرية نظرية مطروحة الآن تقول هذه النظرية بأن العصمة أمر جبري يعني المعصوم لاختيار له أنا وأنت مختارون نتمكن أن نفعل القبيح وأن لا نفعل القبيح عندما تمر أمامك فتاة يحرم النظر إليها إما في الشارع وإما على الشاشة فأنت مختار بإمكانك أن تنظر وبإمكانك أن لا تنظر ولكن المعصوم المعصوم أسمته أسمته تجبره على أن يختار طريق الطاعح ويتنكب طريق المعصي المعصوم لا يتمكن أن ينظر بلا تشبيه كما أن الأعمى لا يستطيع أن ينظر إلى المرأة الأجنبية لماذا؟ لأنه يوجد هناك مانع تكويني يمنعه من النظر كذلك المعصوم لا يتمكن أن يعصي الله سبحانه وتعالى ولا مانع من ذلك كما تقول هذه النظرية لأن البشرية تحتاج إلى شخص معصوم لا مانع من أن تكون العصمة جبرية ما دام في ذلك مصلحة للبشرية كم ذر أكو في هذا الكون؟ مليارات الذرات ولكن الله سبحانه وتعالى خلق جرم يقال له الشمس هذا الشمس يبعث النور والدفء إلى البشر وإلى الكون من مصلحة البشرية من مصلحة البشرية أن تكون هناك شمس مضيئة وكون الشمس مضيئة أمر جبري الشمس لم تكن مضيئة باختيارها وإنما كانت مقهورة على ذلك كما أنه عندنا في عالم الماديات أجسام مضيئة في عالم المعنويات عندنا نفوس مضيئة وكما أن وجود الأجسام المضيئة في مصلحة البشر وجود النفوس المضيئة في مصلحة البشر وكما أن إضاءة الشمس إضاءة قهرية نورانية المعصوم إشراقه نورانية قهرية هذه النظرية مطروحة الآن ولكن المعروف بين علمائنا منذ القدم أن عصمة المعصوم نبيا كان أو إماما لا تسلبه اختيارا هذه النظرية الثانية ذهب إليها الشيخ الطوسي في التجريد ذهب إليها العلام الحلي في شرح التجريد ومطروحة هذه النظرية في بحار الأنوار الثانية في كفاية الموحدين في حق اليقين في التبيان للشيخ الطوسي وغيرها من الكتب المعروف بين علمائنا أن عصمة المعصوم لا تسلبه اختيارا هذه الحقيقة يمكن أن نوضحها ضمن نقطتين النقطة الأولى العصمة النسبية هل تسلب الاختيار أو لا نحن عندنا نوعان من العصمة عصمة نسبية وعصمة مطلقة العصمة المطلقة عصمة غير محدودة لأفراد محدودين والعصمة النسبية عصمة محدودة لأفراد غير محدودين نحن البشر كلنا تقريبا الطابع العام عندنا عصمة نسبية الآن إذا أكو في هذه الغرفة هنالك سلك كهرباء عاري إذا واحد يخلي إيد على هذا السلك يصعقه ويسقط ميتا إذا واحد متوازن من الناحية النفسية نفسيته سوية مو مختل مو مريض من الناحية النفسية هل يمكن أن يضع يده على هذا السلك الكهرباء العاري؟ ممكن أو غير ممكن نحن لا نفعل هذا العمل شخص له شخصية سوية لا يمكنه أن يعمل هذا العمل لا يعمل هذا العمل ولكنه لا يقدر على هذا العمل يعني مسلوب القدرة من الناحية التكوينية من يتمكن ليش يتمكن يتمكن يتقدم ويضع يده على هذا السلك القدرة موجودة ولكنه لا يفعل لماذا؟ لأنه يعرف عواقب هذا العمل الأم الرؤوم الرحيم الرؤوف هل يمكنها أن تقتل طفلها؟ نعم ممكن أنا شايف آباء قتلوا أطفالهم على أثر حالة معينة يقتل طفلها في حالة مرضية ولكن واحد سوي الشخصية في حالة طبيعية أبا أما ممكن يقتل ولده أو تقتل ولدها نعم ممكن المشلول ما يتمكن لأن يده لا تتحرك ولكن هذا الإنسان الذي عضلاته سليم بإمكانه أن يأتي ويخنق هذا الطبيع ولكنه لا يفعل هذا العمل لأن هذه الرحمة لأن هذه الشفقة تمنعه من ذلك جعفر ابن أبي طالب أخو الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في حديث أنه قال للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله إنني لم أكن أفعل ثلاثة أفعال في الجاهلية واحد منها شرب الخامر جعفر ابن أبي طالب في عهد الجاهلية لم يشرب الخمر أبدا كان يكره هذا معناه أنه لم يكن قادرا على ذلك قادر ولكنه يكره هذا العمل كما أن العصمة النسبية يعني عصمة البشر عن بعض الذنوب عن بعض الأفعال لا تعني سلبهم اختيارة فكذلك العصمة المطلقة لأهل البيت لا تسلبهم اختيارة يتمكن ولكنه لا يفعل آتي لكم بمثال من أفق آخر الله تعالى يقدر على القبيح أو لا يقدر يقدر أو لا يقدر الله تعالى هل يمكن أن يلقي بالمطيعين في أسفل الجحيم ممكن أو ممكن الله تعالى ياخذ أبو ذاري يخليه في أسفل الجحيم ويأخذ أبو جهل يخليه في قمم الجنان ممكن أو غير ممكن بل ممكن الله قادر ولكنه لا يفعل هذه هي النقطة الأولى النقطة الثانية هي أن المبادئ المبادئ الإدراكية والمبادئ النفسية التي شرحناها في البحث الماضي ما هو دورها؟ المبادئ الإدراكية والمبادئ النفسية ما هو دورها في حركتنا الحياتية أو الحيوية؟ مجرد اقتضاء إلها اقتضاء يعني توجيح المبادئ النفسية موجهة دافعة ولكنها لا تعني الحتمية الفرد اللي يولد في عائلة مؤمنة الجو العام المبادئ النفسية الحالات النفسية تدفعه نحو الإيمان يعني توجهه مجرد توجيح ولكن القرار الأخير له ولذلك نشوف أفراد ولدوا في عوائل متدينة أبو متدينة أم متدينة آباء أجداد البيئة ما لمتدينة وإذا به والعياذ بالله فجأة يختار طريق الإنحرام منطقة القلب منطقة حر الإرادة لا سلطانة لأي شيء عليها أنت في لحظة واحدة بإمكانكم أن تسبحوا خلاف الموج الموج يدفعكم ولكن الله سبحانه وتعالى جعل القلب منطقة لا سلطة لأحد عليها الشيطان اللي هو قريب منه ومتوغل في نفوسنا وأرواحنا ويجري في عروقنا مجردة وأفكارنا مثل شاشة الكمبيوتر إشلون تقرؤون؟ هالشكل يقرأ أفكارنا عنده معلومات عن نفسياتنا روحياتنا سوابقنا المنعطفات في حياتنا شنو دوره؟ وما كان لي عليكم من سلطانه الشيطان يقول ما كان لي عليكم من سلطانه إلا أن دعوتكم مجرد دعو هذه المبادئ هذه الأجواء مجرد دعوة تدعوك والقرار الأخير لك وأفراد ولدوا من أبوين كافرين عاشوا في بيئة كافرة الضغوط كلها تدفعهم في اتجاح الكفر والانحراف ولكن هذه الإرادة حر وإذا به لحظة واحدة يختار الإيمة امرأة نوح تختار الكفر وامرأة لوط تختار الكفر مع كل الأجواء المحيطة هذه الأجواء مجرد داعية موجهة دافعة وامرأة فرعون تختار الإيمة امرأة فرعون نموذج وامرأة لوط ونوح كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين المبادئ النفسية المبادئ الإدراكية العلم بالعواقب لا يشكل حتمية ولذلك هذه المبادئ النفسية الشعورية الموجودة عند المعصومين صلوات الله عليهم لا تشكل حتمية بإمكانهم أن يسيروا في طريق الهداية وبإمكانهم لو شاءوا أن لا يسيروا في ذلك الطريق ولذلك لعدم وجود الحتمية ولوجود الإرادة تجدون أن الله تعالى يكلف المعصومين التكليف مع الحتمية لا يجتمع أنتو بإمكانكم أن تكلفوا قلبكم القلب يدق بلا اختيار يمكن تكلفون قلبكم تقولوا لقلبكم أيها القلب دق انبض تحصيل حصل قولوا لقلبكم لا تدق ممتنع التكليف سلبا وإيجابا في دائرة الحتمية ما إلى معنى قولوا للدم في الشرايين أيها الدماء اجري لأنه تحصيل للحاصر قولوا لها لا تجري ممتنع ما إلى معنى الله تعالى يكلف الأنبياء الله يقول للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك بلغ يعني شنو بلغ تكليف يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين اتق الله ما إلى معنى إذا النبي فاقد للاختيار فبناء على ذلك الإجابة على السؤال المطروح في البحث الرابع أن العصمة ومبادئها النفسية والشعورية لا تعني الحتمية أبدا وإنما المعصوم مختار ويختار طريق الطاعة والإيمان بإرادته لا بحتمية مفروضة عليه المبحث الخامس هل العصمة مفخرة توجب الحمد والثناء؟ هذا البحث متداخل نوعا ما مع البحث المتقدم ولتوضيح الجواب على هذا السؤال نطرح نقطتين النقطة الأولى هذا السؤال عام لكل البشر نحن البشر لا نبلغ ما نبلغ إليه في أي بعد من الأبعاد إلا بالمواهب الإلهية والعطاء الإلهي نحن نتمكن نصل إلى مكان من دون موهبة إلهية ممكن العلماء المخترعون العباقرة كيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه؟ من الذي أعطاهم العاقل؟ الله من الذي أعطاهم الذكاء؟ الله أكفت بحث أنه الفكر كيف ينتقل من المقدمات إلى النتائج هل هناك حتمية؟ لا ماكو حتمية هذا بحث معقد وعجيب ماكو حتمية النتائج مو متولدة من المقدمات قهراً يمكن واحد يشوف المقدمات ما ينتهي إلى النتائج هذا التفضل من الله سبحانه وتعالى هذا الذكاء اللي عندنا العاقل اللي عندنا القوة التي عندنا هناك مرض يقال له الزهايمر بشر ضعيف إلى أبعد الحدود هذا البشر المغرور فادخل ليصير في خلية في منطقة من المه كل نظام حياته يختلف الله تعالى ما خذنا لحظة لحظة الإنسان عندما يبتل بهذا المرض كما يقولون ينسى معلوماته شوية شوية بعدياً ينسى معارفه شوية شوية صديقة ما يعرف بعد مدة ينسى أقرباءه ابنه يشوفه ما يعرف بعدياً ينسى أوليات الأمور الحياتية الحيوية يعني يريد يلبس ثوبه لا يدري كيف يلبس تطول الثوبة حتى يلبسه يتحير كيف يلبسه هذا الثوب يريد يأكل يرفع الملعقة إلى فمه يتحير كيف يرفع الملعقة هذا المرض الآن أخذ ينتشر إحنا ما عندنا شيء إلا بلطف الله بعناية الله بعطاء الله أكو عالم وصل إلى مقام إلا بالذكاء والعاقل والدقة والطاقة والعضلات اللي الله منحها لح ما كو لم يبلغ عالمون ولا عابدون ولا مخترعون ولا مكتشفون إلا بما أعطاه الله تعالى من القوى والإمكانات إذن على هذا المنطق إنتوا تقولون العصمة موهبة إلهية فلا تكون مفخرة ولا توجب الحمد والثنى إذن أي واحد من البشر لا يستحق الحمد والثنى لأن كل ذنة مواهب إلهية هذا عطاؤنا إذن أي عالم ما يستحق الحمد والثنى أي مخترع ما يستحق الحمد والثنى أي عابد ما يستحق الحمد والثنى هذه النقطة الأولى النقطة الثانية الشيء اللي يبدو لنا في بادئ النظر أن هناك مرحلتين دققوا في هاتين المرحلتين المرحلة الأولى وجود الطاقة المرحلة الثانية إعمال هذه الطاقة وجود الطاقة قضية جبري إعمال الطاقة قضية اختيارية وجود الطاقة تستحق عليه المدح وإعمال الطاقة تستحق عليه الحمد قديما في المطول كنا نقرأ الفرق بين المدح والحمد في المطول عندما يشرح كلمة الحمد يقول الحمد هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري الثناء القيد الأول باللسان على الجميل الاختياري أما إذا الجميل لم يكن اختياريا فهنا يستحق المدح وإن لم يستحق الحمد يعني تشوفون لؤلؤ هذا مثال المطول لؤلؤ جدا لطيف تمدحونها ولا تحمدونها ما أصفى هذه اللؤلؤ هذا مدح له الحمد مدح مدح تروحون إلى حديقة روضة غناء تقولون ما ألطف هذه الورود الأشجار هذه الروضة سبحان الله هذا مدح له الحمد هذا مدح الجميل غير الاختياري ولكن الجميل الاختياري تستحقون عليه وهي الحمد الحمد لله رب العالمين ثناء باللسان على الجميل الاختياري وجود الطاقة يعني واحد عند الطاقة متفوقة أكو تفوق في هذا الكون عندنا وجودات متفوقة الوجود المتفوق وجود الطاقة تستحق عليه مدح يقولون فلانه واي ذكي ذكاء خارق للعادة دقيق جدا يطلع الشعر من اللبن يقولون في واحد من العلماء أنه أدق ذهن يمر على الصراط يعني غير الأنبياء والأئمة ومن أشبع تمدحوا سبحان الله تقفون منبهرين ولو مو باختياره الذكي ذكي باختيار الله يعني كثير من مراتب الذكاء الجميل جميل باختيار الله الله خلقه جميل ولكن تنبهرون هذا الانبهار قضية طبيعية أمام الجمال أمام الكمال تمدحون فالمرحلة الأولى مرحلة وجود الطاقة وجود الطاقة أمر غير اختيار هذا جواب من الأجوبة لعله هناك أجوبة أخرى أيضا من دعاء الندبة يظهر جواب آخر عن هذا السؤال في أول دعاء الندبة دعاء الندبة من الأدعية المشحونة بالمعارف ودعاء جدا مهم لمن يتأمل فيه من أول كلمة إلى آخر كلمة يقول بعد أن شرطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيا وَزُخْرُفِهَا وَزِبْرِجَهَا فَشَرَطُوا لَكَ ذَلِكَ وَعَلِمْتَ مِنْهُمُ الْوَفَاءَ بِهِ فَقَبِلْتَهُمْ وَقَرَّبْتَهُمْ وَقَدَّمْتَ لَهُمُ الْذِكْرَى الْعَلِيَّ وَالثَّنَاءَ الْجَلِيَّ هذا جواب آخر كل العبارات مدروسة وَعَلِمْتَ مِنْهُمُ الْوَفَاءَ بِهِ فَقَبِلْتَهُمْ وَقَرَّبْتَهُمْ وَقَدَّمْتَ لَهُمُ الْذِكْرَى الْعَلِيَّ وَالثَّنَاءَ الْجَلِيَّ مثل عدكم ابن تدرون إذا تطول أموال يصرف هذه الأموال في محلها تطول الابن الثاني تدرون أنه يصرفها ويبذر فلا تعطونها فس هذا فاتبعد آخر الآن مريد نتناول ذلك البعد ولكن وجود الطاقة بقطع النظر عن هذا الجواب المذكور في دعاء الندبة أمر قهري جبري وتستحق عليه المدح والإعجاب والإنبهار لأن الإنسان عندما يقف أمام الجمال أو الكمال ينبهر ولكن وجود الطاقة لا يساوي إعمال الطاقة كم أذكياءك في هذا الكامل؟ أشقد أكو أذكياء؟ أشقد أكو دقيقين؟ بهمنيار قال لابن سينا على ما أتذكر لازم الملايين من أمثال ينحرمون حتى يبرز واحد مثلك في قضيته كم ذكي أكو في العالم؟ يفرطون بذكاءه أغلب الأذكياء يفرطون بذكاءه ما عنده خلق اللي أعمل طاقته أيضا ما كان عنده خلق إحنا نظن أن صاحب الجواهر كان فدكاء آخر لا مثل نجاح كان يتمرى يتألى تمر عليه أوقات خلق ما عنده عادة يعني هذا ما شايف أما مرض قالي بالتاريخ كان مبتلى بأمراض ذاكريه اللي إحنا إذا كنا مبتلين بها كنا ننعزل في غرفتين ونندب حظنا في هذه الحياة أكو بعض الأفراد يفتلون بمشكلة صغيرة بعد انتهى الكون كله صار مظلم وانتهى الوجود صاحب الجواهر أيضا كان يتمرى أيضا عادة أن تمر عليه أوقات خلق ما عنده ولكن يقاوم وراء هذه الصفحة اللي تجدونها في جواهر الكلام ما تعلمون إيش قد أكو معانات إيش قد أكو جوع إيش قد أكو ألم ولكن أعمل الطاق أما ذاك الثاني الله تعالى الطاق العجيب الله تعالى لكل واحد معطي جانب من النبوغ والعبقرية شوفون واحد ذكي مفرط واحد دقيق مو ذكي الذكي مو دقيق الدقيق مو ذكي عادة كل واحد الله مطيله جانب من جوانب العبقرية لازم يكتشف ذلك الجانب تدرون في القرن الماضي أعظم علماء الفيزياء الكونية كان رجل مقعد مشلول ما يتمكن يتكلم أعظم علماء الفيزياء في القرن الماضي ما يقدر يحكي وطارح نظريات عجيب أنا قرأت نعية قبل عدة أعوام أنه مات ما أدري قبل 15 عام 20 عام خوشلون كان ينقل نظرياته ما يتمكن يتكلم أبكا بطريقة فنية أكو حول مجموعة من العلماء يلتقطون نظراته وتصوراته وإشاراته الآن ما أدري ما أذكر الطريق الفني قد أعظم علماء الفيزياء رجل مقعد مشلول أبكا شوف شلون الله مطيلة عبقرية الله يعطيه ولكن من يعمل هذه الطاقة إعمال الطاقة كلنا نتمكن نصلي صلاة الليل لكن واحد يقوم تعبان مرهق في نظركم اللي يصلون صلاة الليل ساعة ثمانية بالليل ينامون لا مثل يوم ساعة ثنتين ينام يوم طفلة يبكي وما يخلي ينام إلى قريب الأذام يوم مريض يوم عنده مشكلة تؤرقه أنا أقوم هو أيضا يقوم أنا عندما أقوم قبل الأذام أقول لا خلا أنام ذاك يقول لا مع أنه مرهق لكن يتحامل على نفسه الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح هذا مجروح مصدوم لكن يتحامل على نفسه يشيل نفسه في قضية حمراء الأسد راجعوا القرآن الكريم من بعد ما أصابهم القرح نحن نفسنا عندنا حالات ليلة نقوم لصلاة الليل نقول لا خل ننام مرة ثانية ويوم ثاني نتحامل على نفسنا ونقوم من مكاننا تتجافى جنوبهم عن المضاجر صحيح الله سبحانه وتعالى يعطي للمعصوم العلم المبادئ الشعورية المبادئ الإدراكية ولكنه المرحلة الأولى ووجود هذه الطاقة عندما ترى هذه الطاقة تقف أمامها منبهرا معجبا مادحا المرحلة الثانية إعمال هذه الطاقة الاستفادة من هذه الطاقة تحريك هذه الطاقة هذه المرحلة الثانية هي التي يستحق عليها الحمد والثناء والجواب الآخر المذكور في دعاء الندبة حتى وجود الطاقة هذا أيضا كان معلول لموقف لهم متقدم أو لعلم من الله سبحانه وتعالى سابق بالنسبة إليها أنا أوصي نفسي وأوصي الأصدقاء أن يقرأوا دعاء الندبة بدقة في كل يوم جمعة وفي الأعياد الأربعة كما هو الماثور كواية دعاء مهي مليء بالمضامين الرفيق واحد إذا يتأمل في دعاء الندبة يبكي من بداية كلمة فيه إلى نهاية كلمة فيه هو أول من ندبه مو فقط آخر الندبة أوله ندبة أيضا فبناء على ذلك مع أن العصمة موهبة إلهية ولكن هذه الموهبة مفخر وتوجب استحقاق الحمد والثناء والثناء هناك بعض المباحث الأخرى نؤجلها إلى حديث قادم بإذن الله سبحانه وتعالى إحنا ما دمنا في هذه الحياة يجب أن نكتشف طاقاتنا كل واحد مع نقاط الضعف والقصور كل واحد أكو هناك نقاط الضعف في حياته إما حياته النفسية أو حياته الاجتماعية ولكن يجب أن يكتشف هذه النقاط وينميها وينميها أبو ذرم كان واحد مثله ولكنه نمى نفسه استفاد من الطاقات التي أعطاها الله تعالى له أكو بعض الأفراد دائما ينظرون إلى الجانب المظلم من الحياة يعيشون من الناحية الفكرية في شبهات هذه الحالة العيش في الشبهات والنظر إلى الجانب المظلم من الحياة هذه تدمر المواهب التي أعطاها الله تعالى للإنسان الإنسان لازم يكون إيجابي ويا الأفراد السلبيين لا تقعدوا الأفراد السلبيين ينقلون إليكم السلبيات إلا لعلاجهم الأفراد المشككين أكو أفراد يطرحون تشكيكات فادمرة قلت لكم أن كل شيء قابل للتشكيك حتى وجودكم ووجودي أكو أفراد كل يطرحون شبهات لا تقعدون وياهم يخربون روحيتكم الكتب التي تنشر حالة السلبية والتشكيك التشكيك الفكري والسلبية النفسي أصلا لا تطالعون هذه الكتب القنوات الفضائية التي تبث الروح السلبية والتشكيك لا تشوفوها ها يتخرب دنياكم وآخرتكم واحد دائما يجب أن يعيش في الجو الإيجابي ويحاول أن يوحي لنفسه بالإيجابي ولا يقول ما أقدار ولا يقول الآخرون يختلفون عني لا يقول أقدر بإذن الله أتوكل على الله إن شاء الله يصير ماكو هناك مستحيل كل شيء ممكن بإذن الله تعالى إلا جمع النقيضين وارتفاع النقيضين الفلاسفة يقولون كل المحالات العقلية ترجع إلى اجتماع النقيضين جمعا ورفعا فقط في الوجود عندنا شيئان مستحيلان اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين أي مستحيل آخر في الوجود ما عندنا هذه الطاقات الكبرى اللي الله سبحانه وتعالى أعطاها نستفيد منها نحن نعيش في هذه الدنيا أيام قلائل وبعد كم يوم ننتهي وهذه الطاقات تنتهي واحد عندما يدخل مرحلة الشيخوخة تنتهي هذه الطاقات واحد يستفيد من هذه الطاقات للتقدم في مجالات العلم في مجالات العمل وفي التقرب إلى الله سبحانه وعبودية الله سبحانه وتعالى التي خلقها خلقنا لأجلها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا بما يعينوا به الصالحين على أنفسهم إذا في يوم من الأيام كنتوا قاعدين في الغرفة شفتوا الأفكار السلبية هجمت عليكم فورا اطلعوا من تلك الغرفة لا تعيشون في تلك الحالة فورا غيروا أكو في الأحاديث إذا واحد غضب خليقوم يتوضع يغير تلك الحالة الشيطان لا يستدرج الإنسان شيئا فشيئا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شَعَّتْ شُمُوسُ الْهَدِّي بِالْكَلِمَاتِ موسيقى 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 من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي